في حد ممكن يفكر يقول لا أستاذ عبدالعزيز وبالتالي المخرج ممكن يبقى شاب فعلى الشاب أن يلتزم أو يسمع أو يروح في اتجاه صاحب الخبرة هو كمان يوسف أثناء العمل ده مطبخ عمل لا يستحب الجدل والنقاش الكتير النقاش بيبقى ولسه النص موجود في إدينا وهنا على طرابيسة البروفات لكن لو أول ما نلبس ونحط المكياج ونشتغل لا يستحب النقاش الكتير لأن ده بيعوق العمل فإحنا اتفقنا وحطينا التزاماتنا بدأنا نصور يبقى خلاص يبقى خلاص ونسمع كلام المخرج يطلع المخرج شاب في البداية يطلع المخرج حد من الأسماء الكبيرة بنسمع كلام المخرج لازم أسمع كلامه ولو فيه شيء يعني يعني ظاهر قوي قوي يعني هيعمل ضرر بأخده على جنب وأنبيه إمتى أستاذ عبدالعزيز يرفض يقول العمل ده مش مناسب لإيه لو يكون عمل ركيك فنيا أو عمل يعني بيحمل دعوة فكرية يعني تخالف ما أعتقده فبحاول يعني أبد عنه وتجنبه ترفضه إزاي؟ يعني ممكن يبقى مكتوب حلو وعارف إن المخرج كويس وعارف إن مجموعة العمل زي الفل لكنه مخالف فكريا هترفضه إزاي؟ أشوف أي سبب للإعتذار يا سبب صحي يا سبب انشغال في عمل آخر يا سبب للصفر عشان مش عايز يعني النقاشات الكتيرة مش عايزين وجع دماغي مش عايزين وجع دماغي مش عايزين وجع دماغي مش عايزين وجع دماغي هو كده بالضبط مو ده سؤال برضو علشان أنا بحاول أفهم علشان لو أنا حبيت رفض حاجة أبقى عارف إزاي هقدر أنفد من غير ما نعمل وجع دماغي مش أنا يعني خلاص والتهينة هو كده بالضبط حصلت قبل كده كتير ولا قليل أه والله حصل معايا كتير يعني أنا رفضت كتير يعني حياتي مسيرتي الفنية رفضت كتير والله وخسرت ماديا لكن كسبت معنويا وبعدين فيه لطف الخولي الله يرحب الله يرحب كنت أنا قريب له وأنا عمون كنت قريب للصحافة طبعا يعني فقال لي يا عبد العزيز أنت بترفض كتير وحيبقى حجم تجربتك الفنية قليل وبالتالي خبرتك هتبقى قليلة أنا أنصحك تتقل في التجربة واتطورها من داخلها التغيير من الداخل أيوة فأنا يعني النصيحة دي فطلت أحافظها ويمكن أثرت في حياتي كتير يعني ترجمة نانسي قنقر